اشتركوا في القناة الكبير للانترنت ان ينشر كل ما يرغبون به الباب للكثيرين من هوات المقالب بنصر العديد من الاخبار الكاذبة ومقاطع الفيديو المعدلة حاسوبيا ليقع الكثيرون ممن يفتحرون للخبرة التعنية في فخاخهم ويصدع هذه الاخبار التي غالبا ما تكون محبوكة بعناية في الكثير من الاحيان تكون هذه الاخبار ومقاطع الفيديو منشورة كمقلب او خدعة قام بها شخص بهدف التسلية ولكن في احيان اخرى قد يحصل الالتباس نتيجة قلة خبرة المشاهد كم من محطع فيديو مأخوذ من فيلم سينمائي او اعلان انتشر بين الناس على انه حقيقي ومثالنا في هذا المقال هو واحد من هذه الحالات فقد شاهدت شخصيا مقطع الفيديو الذي يظهر فيه بروسلي وهو يلعب البينج بونج مستخدما الناتشاكو واعتقدت كغيري انه قد يكون حقيقيا نظرا لعلمي انه كان ماهرا حقا في استخدام هذه الادات وفي الفنون القتالية بشكل عام ولكن بحث صغير في الانترنت كفل باتبات اننا كنا على خطأ تبين ان هذا الفيديو ليس الا اعلانا ترويجيا قديما استخدمته شركة نوكيا لتسويق النسخة المأخوذة من هاتفها ان 96 والذي صدر في عام 2008 لتصوير هذا الفيديو اعتمدت وكالة الاعلانات جي دوبل في تي على شخص شبيه ببروسلي الذي متل كونه يلعب البينج بونج مستخدما الناتشاكو ليتم لاحقا مزامنة الحركات والاصوات على الفيديو ولتتم اضافة الكرة اليه باستخدام الحاسوب قبل نشر الاعلان حتى يصبح لدينا ذلك الفيديو الذي خدع الملايين حول العالم في مقابلة مع وكالة ياسيا اجانسي تحدث بولي تشو الرجل المثؤول عن الاعلان عن فكرته المبتكرة وكيف خطرت له خلال اليوم الاول من نشره حصد الفيديو 700 الف مشاهدة فقمنا بعدها بنشر الفيديو الكامل مرفقا مع صور المنتج والموقع الالكتروني الذي كان يمكن للزبائن ان يطلبوا نسختهم الخاصة عبره في الحقيقة ما قمنا به كان حملة تسويقية مضروثة جيدا وقد سررنا عندما شاهدنا الردود المليات بالشغف في النهاية يمكن القول ان هذا الفيديو هو متان من مئات الامتلة وهو ما يدفعنا للقول ان عليك ان تفكر ماليا وتبحث جيدا قبل ان تقرر تصديق شيء وصلك عبر احد المواقع ومهما كان ما شاهدته يبدو واقعيا وحقيقيا من الافضل دوما ان تتأكد من صحته خاصة ان كان غير منشور على احد المواقع الرسمية فانت لا تريد ان تكون ضحية لشخص يستمتع بخداع الناس ان اعجبك الفيديو لا تنسي الاشتراك في القناة بتغطي على الزر الاحمر وتفعيل جرس تنبيهات وشكرا ولا تنسى ترك تعليقاتك اسفل الفيديو